لكن الأول خليني أسألك وأقول لك مسائل خير عليك يا أحمد ورأيك في مجراتنا سأخير يا سأخير ومسأخير على حضراتكم هو تعادل غير عادل أو خلينا نسميها تعادل بفعل فعل لأن الحقيقة مبارح الأهلي لم يكن يستحق على الإطلاق نقطة واحدة سيطرة كاملة أداء أكتر من رائع قدرة على خلق فرص قدرة على اختلاق دفاعات الخصم مباراة من ناحية الأداء نسيبنا شوية من النتيجة مباراة من ناحية الأداء ما شفناهش من فرقة الأهلي بقالنا كتير وأنا مبارح قلت هنا أنه جماهير النادي الأهلي مش مستنية بس أنها تضمن ثلاث نقطة والفوزة على فيتا كلاب لكن كمان محتاجة أكتر تطمن على مستوى الفرقة ومحتاجة أكتر تطمن على أداء الفرقة وده أعتقد ظهر بشكل كبير مبارح في مباراة فيها عدد قياسي أو رقم قياسي من حيث الفرص أوتيحة النادي الأهلي قبل ما أتكلم في التفاصيل خليني أقول لحضراتكم أنه من لحظة إطلاق الحكم المغربي ردوان جيد لصفارة مبارح انتهى بالنسبة للنادي الأهلي دور المجموعات أو دور المجموعات أنا أعتقد أنه وطشاط الأهلي إن شاء الله بإذن الله لغاية لما يكتب لنا الوصول للمباراة النهائية هي مباراة كؤوس والدور الثاني من دور المجموعات لا يحتمل خسارة نقطة أعتقد أن التسع نقاط هما الضامن الحقيقي والوحيد لوصول النادي الأهلي للأدوار اللي جاية وأعتقد أنه وفيش شيء بعيد سواء من ناحية الأداة اللي قدموا النادي الأهلي مبارح أو سواء من حيث قدرتنا على تجاوز دور المجموعات حتى في أصعب ظروف سيناريوهات كتيرة جدا قبل كده اتعرض الأهلي لظروف أصعب من الظرف اللي احنا موجودين فيه وكان عندنا القدرة أن احنا نتجاوز كل الظروف الصعبة وأعتقد أنه بحسابات كتيرة جدا مش هدخل في تفاصيلها الأهلي عنده القدرة على تجاوز التلت فرق اللي احنا شفناهم وتبعناهم وعرفنا مصادر القوة وعرفنا مصادر الضعف حتى وإن كان عند الأهلي مطشين خارج أرضه موسيماني مبارح قدم كل الحلول الممكنة الحقيقة ومحدش يقدر يحزبه على نتيجة المباراة وأعتقد مبارح مش قصة أبدا أبدا إهدار فرص بقدم هي غياب توفيق في أوقات وفي أيام بيحصل أنه الفرقة ما يحلفهاش التوفيق وده شفناه في مطشات كتيرة قبل كده يمكن كنت بكلم مع الزملة قبل المباراة وافتكروا كده مباراة جامعة بين الأهلي والمصر البورسعيدي فيه يمكن من عشر سنين فاتت أو أكتر وكان فيها برضو تقريبا نفس السيناريو كان الأهلي فل تيم بكل النجوم بركات وتريكا وفلافيو وواق الجمعة والحضري وما قدرنا نحق المكسب رغم عدد كبير جدا ورقم قياسي من الفرص المهضر على كل أحوال هنتكلم في تفاصيل مطش النهاردة والأهم طبعا واحنا دايما عينينا على الجاي عندنا مواجهتين مهمين جدا مواجهة تجمعنا بالإسماعيلي على الساد برج العرب في دوري العام إن شاء الله مقرر ليها يوم الأربع اللي جاي وبعدها نسافر بقى عشان نواجه فيتا كلاب في مباراة ما تحتملش أبدا الإسمة على اثنين قال اللي لابد إنه يكون دايما مطروح إزاي نقدر وخصوصا في القاهرة يعني حضراتكم عارفين إنه دايما في المطشط اللي بيطلع فيها الأهلي أو حتى كل الفرق المصرية في أفريقيا بيبقى إلي حد ما مش عايز أقول فيه تجاوز أو فيه تحامل لكن إلي حد ما بيبقى فيه حاجات خارج الحسابات وبيبقى التحكيم واحد منها لكن اللي مش مفهوم إنه التحكيم يتحامل على الفرق المصرية وخصوصا على الأهلي في وقع تقررت كثيرا ومرارا وتكرارا ولأسف أخطاء كانت مؤسرة على مسيرة النادي الأهلي وآخرة طبعا ركلة الجزاء اللي اتحسبت اللي هي أساسا لا هي ضرب الجزاء ولا هي من جوة الصندوق على كل أحوال هنتابع مع حضراتكم التفاصيل النهاردة